استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي وذلك بحضور السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وفي تصريح للمستشار أحمد فهمية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب في مستهال الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية والوفود المشاركة مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية كما ثمن الرئيس السيسي قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي الذي تتعظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم من جانبهم أكد السادة الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي